هو الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث بعد أن جاوز عدد القتل المائتين هجوم مباغة استهدف المصلين المسلمين في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء خلال آدائهم صلاة الجمعة وهو ما آثار غضبا واسعا في مصر وخارجها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعد عقب اجتماع مع لجنة أمنية كل من شارك في هذا الهجوم وأن قوات الأمن ستعيد الأمن إلى المنطقة مشينا إلى أن هناك مخططا إرهابيا لهدم ما تبقى في المنطقة وأن مصر ستواجه هذا المخطط بقل قوة ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية بالسائر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة القوة خلال الفترة القليلة القادمة هذا هو ردنا سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أوضحوا أن الحادث يؤشر لاستمرار وجود جماعات في سيناء تتبنى الفكرة التكفيرية نحن أمام تطور كبير في التفكير هذه الجماعات التكفيرية تقول أن هؤلاء المسلمين الذين ذهبوا للصلاة كفار وبالتالي قصدوا المسجد ولم يفرقوا بينه وبين الكمين الشرطة وبين الكتيبة لكن مراقبين يرون ضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية لتتعامل مع التغيرات التي صحبت مجزرة مسجد الروضة استئساء الجزري لتلك الجماعات وهذا الفكر الضل وأن يكون هناك بالفعل مسعى جديد وحراك مصري جديد لتغيير المعادلة في ضرورة أن يكون هناك عملية حسم وإنهاء وإنهاء وربما يكون مسح من على أرض الواقع داخل مناطق الغربية الحروض الغربية المصرية أو حتى داخل مناطق سيناء الشمال الشرقي لأن ما حدث ربما سيصيب الجميع أو صبع الجميع بيكسب نحتقان الغضب وتكثف قوات الأمن المصرية جهودها للقضاء على المجموعات المسلحة المنتشرة في سيناء وأختارها تنظيم أنصار بيت المقدس المنتمية إلى تنظيم داعش وخلال السنوات القليلة الماضية ضعف المتطرفون هجماتهم على قوات الأمن في سيناء كما امتدت احداداتهم إلى مناطق أخرى في عدد من المحافظات المصرية الهجوم على مسجد الروضة بشمال سيناء هو أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر الحديث لينقل الصراع إلى مرحلة أخرى ما بين الجماعات الإرهابية من جهة وسلطات المصرية من جهة أخرى محمد عبد الله الحرة على القاهرة